اتهامات بالاستيلاء على أراضي وممتلكات والهدف تغيير التركيبة الديمغرافية في محيط مدينة بغداد قرارات حكومية واجهت انتقادات كبيرة من بينها دعوة رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء بالتدخل وإيقاف قرار منح أراضي محيط لمطار بغداد الدولي للاستثمار وطالب الحلبوسي رئيس الوزراء بإيقاف الإجراءات التعاقدية والتريث بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وإرسال كافة الأوليات لغرض إجراء تحقيق نيابي واستضافة المعنيين من الجهات ذات العلاقة وديوان الرقابة المالية لتدقيق الإجراءات بسبب وجود شكاوى من حدوث مخالفات قانونية وهدر للمال العام التخطيط لهذا الموضوع من 2007 هو تخطيط خاطئ بل بالعكس إذا يقول لي من 2007 أنا أضع علامات استفهام حول الموضوع لأن 2007 كان هناك نفس طائفي كان هناك عنف طائفي في البلد اتهامات نفتها حكومة عبد المهدي بشدة ونفاها أيضا رئيس هيئة الاستثمار وأكدت الهيئة الوطنية للاستثمار حصولها على موافقة مجلس الوزراء لاستثمار جزء من الأراضي المحيطة بمطار بغداد والبالغة مساحتها 16 ألف دونم من أصل 106 ألاف دونم متروكة وعائدة إلى الدولة دون المساس بأي حقوق لأراضي خاصة أو عائدة أو مجغولة من قبل المواطنين حيث تم استبعادها سواء كانت دورا سكنية أو منشآت أو أراضي زراعية أو مشاريع ولا صحة لما أثير بشأن استملاك الهيئة لتلك الأراضي الحجي الذي نقال في الجانب السياسي والجانب الديمغرافي وغير وغير نحن نختلف معاه تماما ولا نقبل بهذا الحديث وعلى الجميع لا يرجعنا إلى المربع الأول بينما أكد عدد من سكان المناطق المحاذية للمطار امتلاكهم سندات الملكية الخاصة بتلك الأراضي والدور معربين عن تخوفهم من الاستيلاء على تلك الأملاكي بهدف التغيير الديمغرافي بحجة الإعمار والاستثمار أحمد عرام الحراء بغداد ترجمة نانسي قنقر